فلنتمنى الخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه حابس خذب له أجره كاملا فمثلا إذا فعل نسان من عادته أن يصلي مع جماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه يكتبره أجر مصلي مع جماعة تماما من غير نقص وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتبره أجره كاملا وكذلك إذا كان من عادته أن يصلم من كل شأن ثلاثة أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع فإنه يكتبره الأجر كاملا أما إذا كان ليس من عادتها يقاله فإنه يكتبره أجر النية فقط دون أجر العمل ودليل ذلك أن فطراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدكور بالعجور والنعيم المقيم يعني أن أهل الأموال سبقوه بالصدقة والعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأ أخبركم بشيء إذا فعلتم أدربتم من سبقكم ولم يدربكم أحد إلا من عمل مثل ما عمل فقالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ثلاثة دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل فجاء في طراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخوامنا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل العظيم ولم يقل لهم إنكم أدردتم أجر عملهم لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله ماله فجعلوا ينحقه في صبول الخير وكان رجل فقير يقول لو أنني مال قلال لعنت فيه مثل عمل قلال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهو ما في الأجل السواء يعني سواء في أجل نية أما العمل فإنه لا يفتد له أجره إلا إذا كان من عادته أياما